موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وتلاميذ الصف السادس اللي ابتدائي مع درس جديد من دروس مادة العلوم النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض الفصل الدراسي التاني لمادة العلوم مع قناة نفهم دروس مجانية وان شاء الله كده هنكمل مع بعض المنهج كله هنبدأ درسنا النهاردة اللي هو بيتكلم عن أنواع الروافع عايزين نتعرف الأول على إيه هي الرفع طبعا الإنسان من زمان قوي عمل آلات بسيطة علشان تساعده في حياته والروافع أو الآلات البسيطة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي كانت جزء من الآلات اللي استعام بها الإنسان زمان تعالوا نشوف مع بعض كده بعض الآلات البسيطة اللي هي بنقول عليها الروافع مثلا لو أنا كان عندي مثلا حجر بالمنظر دوت كده على سطح الأرض حجر تقيل وأنا مش قادر أحرك الحجر دوت فبستخدم حاجة اسمها العتلة العتلة دي أبارة عن حديدة كده جمدة وبعدين بسبت العتلة دي على طوبة أو على صخرة كده أو على حجر بالمنظر ده وابتدي أنا أشد من هنا يعني أنا أشد من هنا على تحت كده وأنا بشد على تحت من هنا الحجر ده حيتحرك لفوق ويتحرك من مكانه رغم أنه هو تقيل جدا بس أنا قدرت أحركه باستخدام الآلة البسيطة دي طيب لو إحنا مثلا عندنا بندق من اللي هو بيتاكل ده طبعا يعني عقبالنا جميعا طبعا البندقة بتبقى عبارة عن لها إشرة صلبة جدا ده اللي هو إيه البندق طيب أنا عايز أكسرها أكسرها إزاي لو كسرتها بسناني حتتكسر سناني يبقى أنا كده لا هاكل بندق ولا هاكل أي حاجة تاني طيب بجيب إيه بجيب حاجة اسمها كسارة البندق كسارة البندق دي بتبقى عاملة كده بالمنظر دوت كده هو وبعدين طالع من هنا جزء بيبقى لافف كده على البندقة بالمنظر ده كده وهنا بيتمسك بالإيد أهو كده الجزء ده كده اللي أنا بضغط عليه بإيدي من هنا زي الكماشة كده من هنا يوم يكسر إيه البندقة اللي جوه دي طيب أنا لو ما كانش عندي كسارة البندق دي كنت هقدر أكسر البندق إزاي طبعا هتبقى صعبة يبقى عندي كده حاجة اسمها كسارة البندق دي منتشرة في عندنا هنا اللي قلنا عليها العتلة طيب نشوف كمان آلة تانية مثلا زي الشاكوش الشاكوش طبعا لما بيبقى عندك شاكوش في البيت بتقدر إن انت بيبقى في جزء كده من قدام اللي هو دوت كده وبعدين بيبقى في جزء من وراء عامل كده هو الجزء اللي وراء اللي عامل كده ده بيساعدك على إنك إنت تخلع أي مصمار من الخشب يعني لو في مصمار كده في الخشب تبتد إنك إنت تثبت الشاكوش في الحتة دي وتشد من هنا هو كده يطلع معاك المصمار ده كده اللي هو عبارة عن الشاكوش طيب نشوف مع بعض حاجة تانية اللي هي مثلا ماسك الحلوة ماسك الحلوة ده عامل زي الماشا بتاعة الفحم لو عامل كده عندنا احنا قطعة الحلوة مثلا في المكان ده كده البيعين والعالم دي يبقى ده ماسك اللي هو ماسك الحلوة طيب لو احنا عندنا في البيت جنينة أو حديقة أو حتى حد بيشتغل في جنينة بيبقى في حاجة اسمها عربة الحديقة عربة الحديقة دي عبارة عن صندوق بالمنظر دوت كده بيبقى فيه من هنا عجلة واحدة وليه إيد من هنا وإيد من هنا وبعدين بيبقى جوة من الصندوق دي الحاجات اللي احنا هنشيلها يبقى دي كده اسمها ايه عربة الحديقة طبعا دي قالة من الآلات اللي احنا بنستخدمها في نقل الحاجات ببساطة طيب بالنسبة للحاجة السقعة الحاجة السقعة زمان كانت الإزازة بيبقى ليها غطى بيتفتح بطريقة معينة دي الزجاجة بتاعت الحاجة السقعة بيبقى عليها غطى كده هوت هنا هوت بالمنظر ده كده الغطى ده علشان يتشال كان لازم يبقى فيه عندنا فتاحة يبقى فيه حاجة اسمها فتاحة غطاء الزجاجة الفتاحة دي بتبقى عبارة عن جزء كده وبيبقى جوه منها فتحة على قد الغطى بنبتدي ان احنا نفتح الغطى بالشكل ده يتفتح طيب النشاط اللي احنا شفناه ده يا جماعة يعني شفنا العتلة وشفنا كسرت البندق والشاكوش وماسك الحلوة وشفنا عربة الحديقة وشفنا فتاحة المياه الغازية او غطى الزجاجة طب زي ما احنا شايفين بتتكون من ايه يا اما بتتكون من ساق متينة عاملة زي الساقة هيت اه الساق يعني حتة على بعضها كده ان هي ممكن تكون مستقيمة الساق دي او منحانية بص يعني هنا منحانية ازاي بص هنا عاملة ازاي يبقى الساق متينة يا اما تكون مستوية او منحانية وزي ما انت شايف ان فيه جسم من الاخر عاوزين ان احنا نحركه الجسم ده هنا كان عبارة عن الصخرة هنا البندقة هنا المصمار هنا الحلوة هنا المادة اللي انا بنقلها هنا الغطى بتاع الازازة طب وبيعمل ايه الجسم دوت الجسم ده يا جماعة بيقومني يعني ايه بيقومني يعني بيقول لي الحجر والله ما هسيبك تشيلني بيزق التحت يبقى بيقومني يعني بيولد مقاومة طيب وبعدين ايه كمان موجود في الشكل اللي قدامنا موجود كمان عندنا القوة بتاعت الشخص اللي بيحرك الايه العتلة القوة بتاعت الشخص اللي بيحرك كسارة البندق قوة الشخص اللي بيحرك الشاكوش واللي ماسك الحلوة واللي بيزق عربية الحديقة واللي بيعمل فتاحة غطى الازازة يبقى هنا عندنا كمان في نقطة اسمها نقطة ارتكاز نقطة سابتة بترتكز عليها العتلة بيرتكز عليها كسارة البندق هنشوف مع بعض كده ايه هي الرافعة اللي احنا بنتكلم عنها الرافعة هي عبارة عن ساق متينة تتحرك حول نقطة سابت تسمى بنقطة الارتكاز ويؤثر عليها قوة ومقاومة يعني احنا لو حبينا بقى نرسم شكل الرافعة هنرسمها هتبقى عاملة كده ساق متينة مثلا يعني وبعدين ترتكز على نقطة ارتكاز وبعدين هنا بيبقى فيه المقاومة مثلا هنا في جنب والقوة بتأثر هنا هو بالشكل دوت هنا عندنا القوة من النشاط اللي فات بنتوصل يا جماعة ان الرافعة بتعمل شغل كتير ومهام كتيرة ونشوف اول حاجة بتعملها معانا الرافعة اللي هي ايه بقى تكبير القوة طبعا هنشوفنا لما الحجر كان كبير قوي طبعا هنشيله ازاي لازم القوة تكبر اللي كبر القوة معانا هو الرافعة يبقى بعد الروافع بتسدي لك قوة وبتوفر لك الجهد اللي انت بتبزله يبقى دي اول حاجة بتكبر القوة اتنين بتكبر المسافة تكبير المسافة بعد الروافع بتدي لك قوة خلال مسافة صغيرة علشان تتحرك زراعة المقاومة مسافة كبيرة يعني مسلا المكنسة اليدوية المكنسة بتاعت البيت بتتحرك ايدك مسافة صغيرة فوق بس تحت بالجزء السفني بتحرك مسافة اكبر يعني المكنسة بتبقى عاملة كده مثلا وده الجزء اللي هو ايه بتقنس بي انت هنا فوق بتحرك ايدك حتة صغيرة خالص لكن تحت بتتحرك مسافة كبيرة وتكنس كمية كبيرة يبقى كبرت لك المسافة تالت حاجة نقل القوة من مكان الى اخر بدلا من ان ينحني الشخص لجمع القمامة مثلا بيستخدم المكنسة اليدوية عشان ينقل قوة ايده لتحت يعني بدلا ما الواحد يواطي كده يلم الزبالة في البيت طب المكنسة هي يبقى بستخدمها عشان ننقل القوة من فوق لتحت اربعة بتدي لك زيادة السرعة يعني الالات الرفيق الصغيرة دي والروافع بتدي لك سرعة مثلا زي مثلا مضرب الهوكي مضرب الهوكي ده انت بتخبط الكورة بالراحة خالص بتجري معاك بسرعة كبيرة يبقى بتزود معاك السرعة خمسة الدقة في اداء العمل طبعا بنستخدم الملقات في التقاط الاكسام الصغيرة جدا يعني عندنا اللي هو الملقات دوت بيدي لك فرصة انك تتقل لحاجات صغيرة يبقى في دقة في اداء ليه العمل واخر حاجة بقى اللي هو تجنب المخاطر طبعا لو حد حاول ان هو يشد مثلا مصمار بايده او حتى مثلا يمسك فحم يعني انت عندك ماسك الفحم ده بيحميك من حرات الفحم اه والبرودة مثلا لو انت فيه تل جاية ولا حاجة وعايز تمسكها بتمسكها بماسك اه كمان عندك المواد السامة يبقى هنا بتحميك من المخاطر حنشوف بقى مع بعض كده يا جماعة انواع الروافع عندنا الروافع تلات انواع اللي هم النوع الاول والنوع التاني وسامعوكم بتقولوا النوع التالت برافع عليكم والنوع السالس يبقى كم نوع للرافع تلاتة هنعرف كده مع بعض روافع النوع الاول الرافع من النوع الاول يا جماعة بتبقى عبارة عن نقطة الارتكاز في بين القوة والمقاومة يعني انا عند الرافع كده اهي هلاقي ان نقطة الارتكاز هتقع ما بين القوة وما بين المقاومة فين بقى مش مهم في اي مكان ما بينهم المهم ان هي تبقى ما بين الاتنين يبقى دي رفع من النوع الاول وطبعا رفع النوع الاول منتشرة جدا يعني مثلا عندنا الارجوحة الارجوحة بتاعت الايه بتاعت اللي للحضانة مثلا بنبص اللي ان الارجوحة بتبقى عاملة كده متثبتة على خشبة وفيه تفل بيقعد هنا وفيه تفل بيقعد هنا ويتمرجحه يبقى الارجوحة دي رفع من النوع الاول عندنا العتلة اللي هي رفع من النوع الاول لانا لسه كنت رسمها في بداية الفيديو العتلة المرتكزة على حجر دي رفع من النوع الاول عندنا في البيت طبعا كلنا اللي هو المقص المقص دوت رفع من النوع الاول القوة بتبقى ايدك هنا عند الحتة دي والمقاومة بتبقى هنا الحاجة اللي بتقصها ومحور الارتكاز المصمر اللي في النص ده يبقى دي كده روافع النوع الاول حنشوف مع بعد تاني حاجة روافع النوع الثاني طيب في روافع النوع التاني بيحصل ايه بقى? ببص هلاقي ان المقاومة تقع ما بين القوة ومحور الارتكاز. يعني قادي الرفعة هي بالشكل ده محور الارتكاز بيبقى هنا مثلا هلاقي ان المقاومة بوجودة ما بين القوة ومحور الارتكاز. يبقى هنا المقاومة في الحتة دي والقوة هنا ومحور الارتكاز هنا. طبعا رافع النوع التاني بتوفر الوقت والجهد وهنعرف بعدين الكلام دوت. طب من امثلتها عندنا عربة الحديقة عبارة عن صندوق بالمنظر دوت كده وفي عجلة هنا وبعدين الدراع بتاعها كده هو هنا بيبقى فيه الحاجة. بص ده كده محور الارتكاز. او ممكن تقول نقطة الارتكاز. ودي المقاومة الحاجة اللي انت شايلها. طب وهنا بقى قوتك انت اللي بتزق بيها هيبقى المقاومة ما بين القوة وهي نقطة الارتكاز. عندنا مفتاح الحاجة الساعة. عندنا كسرت البندق. كسرت البندق بتبقى عاملة كده بالشكل ده. اهي. والبندقة بتبقى في الحتة دي. طب يبقى بص هنا ادي ايه نقطة الارتكاز اهي. والقوة هنا والمقاومة اللي هي البندق. يبقى موجودة ما بين القوة ومحور او نقطة الايه الارتكاز. يبقى دي روافع النوع التاني. تعالوا نشوف مع بعد كده روافع النوع السالس. في روافع النوع التالت هنلاقي القوة طقع ما بين المقاومة ونقطة الارتكاز. يبقى دي كده عبارة عن نقطة الايه الارتكاز. زي مسلا صنارة الصيد. هنلاقي مسلا المكنسة اليدوية اللي موجودة في البيت. هنلاقي ماسك الحلوة. وماسك الفحم. ماسك الفحم. لما نبص على ماسك الحلوة هنلاقي ادي نقطة الارتكاز اهيه. ورا. القوة بتبقى هنا والمقاومة اللي هي قطعة الحلوة. في المكنسة اليدوية هنلاقي في الحتة دي كده اللي هي المقاومة تحت هنا. هنلاقي القوة في الحتة دي مسكة من هنا وهنلاقي محور الارتكاز او نقطة الارتكاز في الحتة دي. نقطة الارتكاز. يبقى احنا كده اتعرفنا على الروافع. يبقى اتعرفنا على الروافع من ايه? من الموضع اللي في الوسط. اه لو كانت النوع الاول يبقى في الوسط هتلاقي نقطة الارتكاز. لو كانت من النوع التاني يبقى في النصة هتلاقي المقاومة. لو كانت في النوع التالت يبقى في النصة هتلاقي مين? القوة. يبقى يمكن التعرف على نوع الرافعة من معرفة الموضع اللي في الوسط بتاعها وبكده الزكاة نكون وصلنا الى نهاية درسنا النهاردة وانتظرونا في الجزء التاني من انواع الروافع هناخد قانون الروافع ما نساش طبعا نشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد ان شاء الله ونعمل اعجاب للفيديو وانشاير الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي علشان كل الناس يستفيد منه كان معكم معلم خبير محمد علي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته